طبعا نحن هنا في محطة قطارات زاهوني كما ترون خلف هذه القطارات هذه القطارات يصل من خلالها طبعا اللاجئون الأوكرانيون هناك مدينة قريبة يمكن أن نرى نشاهد هذه أحد القطارات القادمة من طبعا مدينة من أوكرانيا هذه القطارات بطبيعة الحال تقول لاجئين أوكرانيين يمكن أن نقول أن زاهوني هي المحطة الأولى للاجئين الأوكرانيين سندخل إلى داخل هذه المحطة وهنا أيضا هذه عائلة وصلت للتو من أوكرانيا طبعا العائلات التي تصل إلى هذه المحطة هنا يتم استقبالهم كما ترون خلف هناك بعض المنظمات سواء التي تعمل بشكل تطوعي بشكل منظم أو الأشخاص الذين هم من مدينة زاهوني يقدمون هذه المساعدة بشكل شخصي التقيت بعض منهم وتحدثت إليهم وقالوا أنهم يحاولون تقديم الدعم لهذه العائلات من المتوقع طبعا وفقا للمسؤولين هنا أن ترتفع هذه الأرقام أرقام اللاجئين القادمين إلى المجر وهذا بطبيعة الحال يعطي عمليات العسكرية في بلادهم والتوقعات أيضا من الاتحاد الأوروبي بأن تصل أعداد اللاجئين الأوكرانيين إذا استمرت على هذا المنوال إلى 7 مليون لاجئ المفوضية اللاجئين تتحدث عن نحو 3 ملايين لاجئ بالفعل قد دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي في المقابل هناك الآلاف لا زالوا عالقين داخل أوكرانيا بانتظار الوصول إلى دول الجوار سواء من خلال المجر هنا حيث نحن أو من خلال دول أوروبية أخرى أو دول حدودية مع أوكرانيا طبعا كما ترون هنا يبدو الآن أن هذه النقطة هي شبه فارغة أو جدد القليل من العائلات وهذا الأمر مرده بطبيعة الحال إلى أن العائلات التي كانت تنتظر في الخارج هي تريد الانتقال الآن إلى بودبست وفي ذات الوقت هناك قطاران الآن ينتظران هم كانوا قد أتيا من أوكرانيا سيتم إنزال هذه العائلات هنا دقائق فقط ويمتلئ هذا المكان مجددا طبعا باللاجئين الأوكرانيين القادمين من أوكرانيا مجددا طبعا باللاجئين الأوكرانيين ترجمة نانسي قنقر